بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين الدرس الثاني موقف الإمام والمأمومين عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف بالتعاون مع مجموعة أحدد طريقة الاصطفاف الشرعي في الصلاة إتمام الصف أي إتمام الصف الأول فالأول والتراص في الصف أي التقارب والتراص في الصف حتى لا ندع فرجة للشيطان موقف المأموم الواحد الموقف الصحيح أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام مثل ما هو ظاهر في هذه الصورة طيب موقف خاطئ أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام وهذا موقف خاطئ موقف خاطئ آخر أن يتأخر المأموم الواحد عن الإمام كما لو كانوا أكثر من اثنين ثلاثة فأكثر فيكون بهذه الصورة لكن إن كانوا اثنين فلا يصح أن يتأخر المأموم الواحد عن الإمام موقف المأمومين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يصلي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه بالنظر لهذه الحديث أحدد الوضع الصحيح للمصلين في الصور الآتية في هذا الشكل أم في هذا الشكل عن يمين الإمام جميعهم أم عن يسار الإمام أم خلف الإمام الإجابة الصحيحة جميعهم خلف الإمام شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام أولا إذا كان داخل المسجد يصح اقتداؤه بالإمام بشرط واحد وهو سماع التكبير أن يسمع المأموم أو المأمومين تكبير الإمام ثانيا إذا كان خارج المسجد يصح اقتداؤه بثلاثة شروط قلنا إذا كان داخل المسجد بشرط سماع التكبير تكبير الإمام لكن إذا كان خارج المسجد يشترط ثلاثة شروط أن يرى الإمام أو المأمومين أن يسمع التكبير أن تكون الصفوف متصي له طيب قال لك هنا إذا صلى جماعة من النساء مع الرجال فإنهن يصلينا خلفهم ويتأخرون عنهم طيب إذا كان المأموم واحدا فأين يقف بالنسبة للإمام وينتقف يا حمزة وينتقف يا الحسين